تزايدت حركة الانشقاقات في حزب اردوغان بعدما تخلى ابرز رموزه والمقربون منه عن المضي في تطبيق سياساته الاقصائية حيث اعلن وزير المالية السابق محمد ششاك انشقاقه عن الحزب وندد بسياسات اردوغان النقدية التي دفعت الاقتصاد التركي الى الهوية خيبة امل يعيشها اردوغان تلك الايام بعد سلسلة من انشقاقات رفاق الامس ومن رموز حزبه العدالة والتنمية فبعد انشقاق رئيس الوزراء التركي السابق احمد داود اغلو وزير الاقتصاد السابق علي بابجان عن حزب اردوغان انضم للقائمة وزير المالية السابق الذي تشير المصادر الى انه سيعلن انضمامه لحزب داود اغلو بمجرد الاعلان عن تأسيسه بصورة رسمية ويأت انشقاق وزير المالية السابق بعد ان فشلت محاولات اردوغان في استمالته بعرض حقيبة الوزارة عليه من جديد الا انه رفض العرض خشية الفشل في ظل تدخلات اردوغان في رسم السياسات النقضية بصورة فاجة تسيء لسمعة الاقتصاد التركي اما اردوغان الذي استيقظ متأخرا وهو يرى سفينته تغرق وتقافز منها رجاله طالبا للنجاح من مركب تائه بقيادة قبطان ارعان يدرس حاليا خطط هيكلة حزبه وادخال تعديلات في بنيته الاساسية تميدا لتعديل الوزري المرتقب لحكومته في محاولة لحفظ ما تبقى له من ماء الوجه وفي محاولة للايهام بان ذلك التشكيل السياسي الذي بات اقرب الى فاصيل يتيم محتضر قادر على الاستمرار في الحكم رغم الاستقالات فيما تعالت الاصوات بالداخل التركي لتوحيد المعارضة لانقاذ البلاد من المصير المحتوم الذي يجرها اليه اردوغان بفعل سياساته المتخبطة التي لم تجلب لهم سوى مزيد من الفوضى والعنف وفقدان الامن وانهيار الاقتصاد